اه بسم الله الرحمن الرحيم اه ده دخول مفاجئ مش مترتب له ولا حتى عملت عليه اعلان اه ده موقع اه اه اشترك فيه البنتجون الامريكي مع وكالة الفضاء الاوروبية ايسا وعملوا اه تراكينج تراكينج لايف فالموقع ده لايف دلوقتي اه يعني فين الصاروخ اه الصاروخ دلوقتي فوق اه امريكا الجنوبية اه تحديدا فلا حبيت اه اشير معاكم الموقع ودي بعض المعلومات اه اه عنه اه الصاروخ دلوقتي عمالي يتحرك زي ما قلنا الداتة بتاعت احنا كنا برح عملت لايف قلت المعلومات والارقام الرئيسية اه فلو حد بتابعني اه بنأكد على ان كوكب الارض دلوقتي كلنا كلنا بدون مبالغة وبدون تخويف وبدون يعني نوع من انواع الاثارة كلنا عنا على هذا المشهد الامر بيتحرك بسرعة الصاروخ بيتحرك بسرعة جديدة جدا بيتحرك بمعدل فاق الحد اللي كانوا حاسبينه امبارح وطلع النهاردة الساعة تلاتة العصر التوقيت مصر اعلان منشور على الانديبندنت ومنشور على بان مبدر عن الحسابات اللي حسبناها سبعتاشر ساعة يعني حسابات حسابات الصاروخ حسابات متسارعة جدا فده ارقام لايف والموقع ده شغال دلوقتي بدليل اه الداتة هشغح بسرعة كده بس بمنتظر عدد يعني كبير من الزوار ينضام على الاقل بس انا عشر عشرين واحد اه عشان نشرح فكرة الموقع وازاي ان هو لايف يعني احنا بنكلم مع حضراتكم دلوقتي ده الوضع الصاروخ اه من اول ما بدأت تغتب اللايف كان موجود هنا في المحيط وكنت عايز اعمل لايف واقول يا جماعة ندعي جميعا بصوا حتى الصرعة خلال خمس دقايق ستحرك فين هو دلوقتي من هنا كده يعني بدون تهريك فعلا كل الصايمين يدعو ان يقع هنا هو عما يتحرك طبعا الحركة بتاعته من من اقصى الغرب لا اقصى الشرق وبيعمل لفة كاملة كل ساعة ونص كل ساعة ونص بيعمل لفة كاملة اه الارقام اللي موجودة دي نشغحها من فوق طبعا ده بتوقيت جرينيش اه الساعة دلوقتي اه اربعة اللي خمسة بتوقيت جرينيش يعني تقريبا اه ستة اللي خمسة اه فالحمد الله بصوا حتى بصوا يعني فعلا مجنون الصاروخ اللي تحرك الصيد ده حركته مجنونة فعلا كان من شوية اه في المحيط الهادي عبر امريكا الجنوبية اه ودخل خلاص يعني ندعي ندعي جميعا ندعي ده لايف بشتف بركا ولا حاجة اه وده موقع منشور على صفحة الاندبندنت وكونفيرمد يعني كونفيرمد من وكالة الفضاء الاوروبية ايسا ومن البنتاجون وزارة الدفاع الامريكي فيا رب يا رب يعني يقع هنا يعني هو يقع الوقتي في المحيط خلاص ما فيش خسائر غير غير خسرته هو فمنشنوا اصحابكم منشنوا معارفكم على اللايف ده بحيس اه اه نشوف الصورة اللي على يمين دي طبعا كوكب الارض والاحمر ده هو المسار ده بيسموه لو انت كتبت تراكينج تراكينج اه 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 لونج اه لونج مارش فايف بي هيتطلع لك الموقع ده تراكينج لونج لايف اه لونج مارش فايف بي اه الموقع كل واحنا وحنا بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي فعلا عمال اعمال يتحرك بسرعة كبيرة انتم تخيلين الحركة من هنا دي اسرع من الطيارة يعني حتى يقولك طب البيانات نشغحها لحضراتكم البيانات نشغحها لحضراتكم اللي هنا زي ما اتفقت اللي على الشبال دي تايم يونيفيرسال تايم والجوليان ديت اه فالتايم شغاله هو يعني هم نتكلم مع بعضينا وده تايم بتوقيت جرينيش حط عليه ساعتين لمصر او فرق التوقيت ما بين بلد حضرتك اللي انت فيها والتايم ده سواء شرقا او غربا فده بتوقيت جرينيش اوكي نحيا دي اللاتيتيود واللونجتيود بتاع اللي فوقيه بالضبط الساروخ هو دلوقتي في نص القرى الجنوبي يعني عند خط عرض ناقص 38 درجة وخط طول ناقص 45 للتبسيط يعني خط عرض وخط طول من على جرينيش يبعد يبعد 45 درجة ومن فوق خط الاستواء ينزل 45 درجة ده بالنسبة للاتيتيود واللونجتيود الارقام اللي بعد كده اللي هي النحيا دي الالتيتيود حاجة اسمها الالتيتيود يعني الارتفاع قديه عن الارض كومنتات حضراتكم بس نبطيها على الداتا الارتفاع حاول اشوفها لكم ارتفاع 190 كيلو متر ولزال عمال يعني كل ما الوقت بيعدي بصوا المكان كان فين وبقى فين والارتفاع بيتغير يعني كل شوية عمال ينزل مع كل لفة بينزل مسافة معينة من الارتفاع اللي هو فيه بيديني احداثيات فلكية بيسموها altitude وازيمس ايه altitude وازيمس دي الالتيتيود الارتفاع عن سطح البحر قديه والازيمس اتجاهه فين من نقطة الشمال اللي احنا بنقيس بالنسبة لها الالتتيود والازيمس دي احداثيات الفلكيين عارفينها قوي لو حد فلكي يمتبعني اما الداتا اللي على الاقصى اليسار اقصى لمن قاسف هنا دي احداثيات فلكية حاجة بنسميه احنا كفلكيين right ascension and deconelation دي احداثيات لو انت سفت الارض وحبيت تعمل له tracking بعض الاصدقاء والزمر اتصلوا بي قالوا طالما انتوا عملتوا tracking وفلحين اوي كده يا فلكيين او يقولوا الفضاء او دول العظم يعني خلاص وبتعتم عملتوا تتبع لايف زي اللي حاضر دلوقتي طب ليه ما نبعتش السواريخ ندمره هتبقى الكارثة اكبر اه الامل اللي بنعول عليه احنا الوقتي كلنا كبشر ان اه مع نزوله السريع ده اللي هو حوالي سبعة كيلو متر في الثانية الواحدة يهه يتفتت ويتكسر ويبقى دبريز حاجة اسمها دبريز او خطام قطعة صغيرة يا رب يوقع دلوقتي يعني انا بدعو فعلا واي حد بيتابعني منشن وندعي بجد يعني علا وعزها ناخد بالاسباب الدعاء الله سبحانه وتعالى انه ينفجر هنا لو وقع كل حطام هيبقى موجود في المحيط تحت فمش يحصل كوارث انه كان فيه جزر صغيرة عيني ولا حاجة اه فده لايف لموقع الساروخ دلوقتي وهو متسارع بشكل مجنون التسارع بيقولوا في الريبورت اللي منشورة على الاندبندنت وبتكونفيرموا وكالة الفضاء الاوروبية ومعاها البنتجون نضموا مع بعض اه وكمان بيطلب اطلق اعلام بكده النهاردة بيقولوا ان اه 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 الابو دي الابو دي بتاعته يعني اللي هو النقطة اللي بيكون فيها اقرب ما يمكن من الارض هي دي اللي فيها مشكلة كبيرة جدا صعب نعمل لها صعب نعمل لها اه يعني تنبؤ او فوركاستنج اللي مكانها بالضغط لانها كل شوية بتغير مكانها وبالتالي ده الاكتشوال الاكتشوال بوزيشن الحمد لله مسكناه النهاردة من النهاردة موقع دي السبعة مول ده النهاردة اللي ان خلاص اللي بقى في المتناول الرصد وزي ما انتم شايفين وشايفينه جميعا يعني كل سكان الارض الوقتي الهتس على الموقع ده كبيرة جدا معاديها الملايين فانا ما حبتش اسيب اللحظة دي رغم انها قابل افطار وكده الا لما اشاركها مع حضراتكم اه هو دلوقتي فوق المحيط وبيتحرك بسرعة ان انا بدأت اللايف وكان هو فعلا في امريكا الجنوبية شوفه في خلال اقل من اه خمسة وعشرين دقيقة اتحرك بسافة كبيرة جدا فبيعمل لفة كاملة الكوكب الارض اللي على الشمال دي العلمين دي لفة كاملة الكوكب الارض كل ساعة ونص اه بيانات اللي لمحضرش اللايف مبارح او اللي بعض الاصدقاء والزمايل بيسألوني ايه حكاية الساروخ دي لطور عمر وحتى قريبي بعض قريبي ايه مضوع الصاروخ اللي خوفتنا بيه بيانات سريعة وده تسريعة فاكتشيت عنه او الاي دي بتاعته ده صاروخ كانت الصين بتعتزم استخدامه لبناء محطة فضاء الصينية على غرار محطة فضاء الدولية الصاروخ ده والطوله تلاتين متر وعرضه او ده متر بتاعته خمسة متر ووزنه واحد وعشرين طن ونص سيناريوهات هبوطه على الهابتال او الين هابتال زونز كلها مطروحة يعني محدش يقدر دلوقتي يقولك امتى بالزبط يا الفجر امتى ممكن يقع ولو يعيقع فين اه هو حاليا بيتجه ناحية اه يعني ما بين امريكا الجنوبية وما بين افريقيا بلاحظين ولكن الحمد لله في تراكيج خط الاحمر ده اذا ربنا سهل يعني هيبقى اه ربنا وسطه طبعا جنوب افريقيا هنا ساوس افريكا هنا اه بيعمل لفة دي وبعدين في اللفة التانية بيبدأ يعمل بيطلع تاني يعني بيطلع فوق تاني فكان النهاردة الصبح والاخبار دي صحيح على فكرة واليوم السابع نشرها وبعد المواقع نشرتها كان النهاردة الصبح عد على محافظة اسيوط تحديدا يعني اه على مصر يعني مش نقول محافظة اسمها لكن كان معدي على مصر وعد على جزء من الجزائر وجزء من المغرب اه ودي اللفة تقريبا الرابعة من النهاردة الصبح يعني كل ساعة ونص بيعمل دورة كاملة اه هعمل الاكتر من لايف كل ساعة مثلا دلوقتي خلاص يعني انه وقت افطار وهارجع لكم تاني ونشوف مع بعض اه اه اللي ممكن اه نقدم لحضراتكم يعني واذا في اسئلة طبعا بيرحب بالاجابة عليها بدأ تبان معالم افريقيا معالم قرية افريقيا هو خلاص دلوقتي يا رب يقعد انا بدعي عمر فكري ودعو معايا انه يا رب يحصل له الفجار او الفركشن يبقى قوي جدا ويقع هنا في المنطقة دي طبعا في المحيط وكل الناس بيصلوا مسلمين ومسيحيين ويهود وحتى من غير ملة يدعو لله الواحد الاحد او يدعو بما يدعو لي ان يقع هنا لانه سيناريوهات وقع قلت اكتر من مقال واكتر من بحث بس بنبالحل النهاردة على السيناريوهات وقوع الصاروخ لونج مارش 5B مفزعة مفزعة يا جماعة يا رب طبعا ما يقع على هابت الزون هابت الاريا هابتة اللي هي بطيقة اللي مأهولة بالسكان حتى بتنقش مع ولادي ومع بعض الاصدقاء يا طار لو ايه على المنطقة فيها رؤوس نووية وليكن مثلا في كوريا ولا في امريكا ولا في مناطق اللي تمتلك محطات توليد طاقة بالكهرباء يا طار هيحصل ايه فالسيناريوهات فعلا مرعبة لو يعف المحيط زي الوقتي مثلا دلوقتي يا رب يعف المحيط دلوقتي مش يحصل حاجة وهو دلوقتي بيقترب من الاسف الشديد جدا من منطقة جنوب افريقيا هنا في المنطقة دي في ميلبورن اعتقد دي او ساوس افريقا في ميلبورن او ميلبورن في ساوس افريقا بعد اقل من 10 دقيقة هنلاقيه بيعادي فوق جنوب افريقيا وهنبقى انا كده فلتنا منه اللفة دي اه كل ساعة ونص نترقب انه يعد بعيد امشي بعيد امشي بعيد كده اه فطبعا دلوقتي الناس اللي عايشين في جنوب افريقيا لو حد ليكم حد في جنوب افريقيا اه اعاديين على عصابهم واكيد خلاص عرفوا الموقع الغريب المرعب ده اه لان استنادرات كلها مطروحة زي ما ارتفاعه دلوقتي لو انا شلت بس كده الاداتا دي اه هقولكو حال ارتفاعه ادي ايه يا لبس نظارة بس لانا اه زي ما قلنا الاداتا اللي موجودة على الموقع ده داتا اه معظمها فروفيشنال فلكية اه بتواشرحها تاني اللي رسا داخل منها الالتيتيود الالتيتيود يعني الارتفاع والااااااا والاااديمس ايه الازيماس والالتيتيود اقولها مرة تانية الالتيتيود ارتفاعه عن سطح البحر والازيماس اتجاهه فين من جهة الشمال عشان لو حد حاب يعمل تراكينج الارتفاع دلوقتي يا جماعة 189.2 يعني 189.10 من كيلو متر اخي تامر صلاح زيك رمضان كريم اخي كل عام انتم بخير الجانب الاخر من الرواية زي ما بيقولوا اللي هو اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة اكيد 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 ده انذار لان البشر حتى كنت بقول لبنتي من شوية يعني فيه اية قرآنية حتى اذا اخذت الارض خرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها جاءنا او جاءها امرنا ليلا او نهارا او ضحا وهم يلعبون ممكن لعبة زي دي او صالوخ زي ده ممكن يكون فعلا انذار قوي للبشر انذار قوي لسكان كوكب الارض خلينا نترقب زي اللي بترقبه معظم العالم العربي بيعمل اللي احنا بنعمله دلوقتي ده ما عندناش التكنولوجي للتراكينج بكرر مرة يالي الناس داخل بتأخر ده موقع بيعمل حتى لمكان الصاروخ لونج مارش فين دلوقتي طبعا يوم الايام الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بها ولكن ممكن تحصل كارسة كبيرة جدا زي ما قلنا اذا سقط على مكان فيه سكان بصوا بصوا هو فين دلوقتي يعني هيعمل تاتش على ساوس افريكا هنا هو في المكان ده دي الجلوب ودي خريطة العادية دي جلوب كوكب الارض هو كيف نصف كرة جنوبي تماما وبالتالي تمص فوق تلاقي اللاتي تيود واللونج تيود كلها بالمينس يعني جنوب خط الاستواء جنوب خط الاستواء مش بعمل حالة هلع قد ما بعمل حالة تبسيط للمعلومة ومحاولة يعني تقريب الموضوع لحضراتكم ده الفيديو الاول ومش الاخير هرجع لكم ان شاء الله يعني في اللفة اللي جاية يكون بنسطر وحصل يعني انفراجة في الموقع انا مستغني بس انه يبان فين مصر طبعا هنا هو بلدنا والعالم العربي موظمه فوق فهو بعيد عننا بعيد جدا عننا بعيد جدا المغرب الجزائر تونس ليبيا جمهورة مصر العربية البحر الاحمر الخليج المنطقة الخليج العربي فهو هيكمل في الخط الاحمر ده يا جماعة الخط الاحمر ده هو ده التلاكي اللي ماشي به طب هو ماشي من الشرق الغرب ولا من الغرب للشارق لا ماشي من جهة الغرب الى جهة الشرق من جهة الغرب الى جهة الشرق فده بيسموه جيو ستيشنل ستلايت واخد مضار معاكس من كلها بتعصين يعني ده فكرة الاول مؤتمر عمله الصينيين واعلنوا قالوا ان دي الاحدث في التكنولوجيا والاتصالات شوف الفجر الاحدث وعملوا عليه ابديت للتواصل وعملوا ابديت للتخفي شوفوا ازاي ربنا فضحهم يعني بحيس بحدش يرصده ده كلام ممكن حد يرجع وراي عملوا ابديت للتخفي ان بحدش يرصد مراحل مراحل اطلاق وهو الاخير والموديولز اللي معنا كان على متن الصاروخ الكور بتاع المحطة الدولية قسطر يا رب طبعا الوقت خلاص سأقرب جدا من جنوب افريقيا انا هطلع من لايف اسأزلكم وهرجع لكم كمان يعني دلس ساعة او ساعة بعد فترة على طول ونتابع مع بعضينا فين هذا الصاروخ العين وزي يقول ناس طيبين اللي بيدعوا اللهم حوالينا لا علينا طبعا اللهم لا حوالينا ولا علينا يعني ربنا اصطر بس بوعاش على بشر نتمنى الخير لبني الانسان لكن هو دقائق معدودات وسيمر فوق ساوس افريكا ارحب بالاسئلة اللي بطلع من لايف وارجع لكم تاني يعني نقول بعد الفطار مثلا بنص ساعة بعد الفطار بنص ساعة نطلع لكم لايف تاني ونحاول نعلق او نجاوب على اي استفسار خاص باللايف تريكينج بتاع الصاروخ المفاجئة حبيب استاذ ايمان القباني كل ساون طيب شكرا عزوك ودخولك يا رب احمي المسلمين وغير المسلمين يا رب احمي كوكب الاردن الايمانيات طبعا بتبقى عالية شوية بصوا اللحظة الترقب دي طبعا الناس اللي عايشة في الساوس افريكا انا حاسس بيهم بتخيلوا بداية لو ده فوق مصر غبي ده مكتبة علينا يعني ولحظة انه ينفجر او انه خلاص يحصل انفجار فلا محالة لو كتب له الانفجار الان طيب انا قلت خبر في بداية اللايف اللي ما سمعوش هكرره مرة تانية ان البردكشن اللي حصلت حصل فيها تقديم عن معادة 17 ساعة يعني ايه يعني هم متوقعين انه يسقط يوم 9 مايو الساعة كذا لا الحسابات دلوقتي بتقول انه هو قدم عن الحسابات اللي عملها البنتجن ب17 ساعة الله اعلم كمان ساعتين تلاتة هيقدم ايه هيأخر ولا هيسرع محالش عارف اه انما الصاروخ دلوقتي افطاروا امينين سوما مقبولا وافطارا شهيا الصاروخ بعيدا عننا الصاروخ فوق جنوب افريقيا لو حد لي من حد من اصدقاءه او من قريبه يدعي ان ربنا وسطرها ويعدي بس الجزء ده يعني نتمنى يتمنى كان من شوية بنتكلم انه هو كان هنا كان فوق جنوب امريكا الجنوبية وعدى المسافة دي فترة الليف اقل من نصف ساعة هو دلوقتي فوق جنوب افريقيا هيعد وهيبقى على مدغشقر يعيني طبعا ده طبعا واضح باي ذاوي بيسموها الليل والنهار يعني طبعا دي مناطق كان فيها نهار ودي مناطق فيها ليل فدلوقتي في جنوب افريقيا وخط الليلة هو بدأ يدخل علينا حتى مصر بدأت دقائق معدودات ونفطر كلنا فالغامق ده هو ده الليل والفاتح هو ده النهار على كوكب الارض بكرر مرة تانية البوينت البيضة دي هو ده الصاروخ اللي الناس كلها بتكلم عنه والخط الاحمر هو ده المسار وده من موقع واللي عايز يتابعه هو على مبايله او على اي وسيلة تتابعه يكتب اه تراكينج او لايف تراكينج فور اه لونج مارش فايف بي لايف تراكينج فور لونج مارش فايف بي اللونج مارش فايف بي ده اسم الصاروخ ولايف تراكينج معروفة بالنسبة لحضراتكم يعني اه استأذلكم في الخروج ونعدي او نجعل لكم مرة تانية لايف بعد الافطار شكرا ندخلكم وندعو وحنا بنفطر كده دعوة يعني لعله سبحانه وتعالى ان يكون فيها خير ان ينفجر فوق المحيط او فوق منطقة فيها صحر انا كنتش فيها بشر اشوفكم ان شاء الله بعد الفطار سلام عليكم